موسيقى خلينا الضغر نروح ونبلش مع اول فكرة معنا اللي هي هوب موسيقى لحنبلش بفكرة الهوب والخصصة اليوم للمرأة بما انه بكرة 8 ادار هو يوم المرأة العالمي فالحنخصص اليوم هيدا الفكرة لهيدا الموضوع خلينا نبلش ونقول انه بيحتفل العالم ب8 ادار باليوم المرأة العالمي بمشاعر بيملقوها بالحب والفخر والاعتزاز بكل امرأة بدل تجهد لحتى تكون عم ترتك بمكانتها وتترك بصمة بهيدا المجتمع فمنحتفل اللي باهمه بابرز الاحداث يلي قدمتها وبعد عم بتقدمها المرأة طوال حياتها كل يوم فلحتى يصبح هذا التاريخ هو اليوم العالمي للمرأة بيلبس الناس بهيدا اليوم اللون المنفسجي الارجواني والاخضر والابيض كمان بيرمز اللون الارجواني للعدالة والكرامة اللون الاخضر بيرمز للامل واللون الابيض بيرمز للنقاء منكمل ومنقول انه نشأت هالالوان من الاتحاد الاجتماع والسياسي للمرأة بالمملكة المتحدة واليوم العالمي للمرأة هو عطلة وطنية ببعض البلدين بالنسبة للظهور فهي بتباع الظهور بكترة قبل 3-4 يام من هيدا العيد بالنسبة للصين فبتحصل النساء على نص يوم اجازة من العمل من وراء هيدا العيد بيطاليا بتتقدم ازهار الميموزة بالاخص للنساء وبامريكا بيصدر اعلان رئاسة كل سنة تكريما لانجزة المرأة الامريكية شعار اليوم العالمي للمرأة سنة 2023 هيدا السنة هو موضوع الامم المتحدة هو الابتكار والتكنولوجيا من اجل المساوات بين المرأة والرجال بيضف هذا الموضوع للتعرف على المساعدة اللي بتقدمها النساء بالتكنولوجيا والتعليم عبر الانترنت بيتعاون الممثل كمان اللبناني جوش غبازة مع الهيئة الوطنية للشؤون للمرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالم للمرأة وحامل شعار حضنك حضنة فكمان بينضم للحملة العالمية اللي بتحمل شعار احتضان الانصاف لحتى يساهموا بحملة توعية لانصاف المرأة ولا يدعوا محقوقها ويقدروا الادوار اللي بتقوم فيها بالمجتمع وكمان لا يوقف العنف ضد كل النساء والفتيات فعما هيدا اليوم العالمي الحلو بتكون انتهت هيدا الفقرة في قرة الامل اللي هي لازم تكون لكل امرأة ولازم هي تعرف مكانتها بالمجتمع ولازم ما تتخلى عن احلامها ولا تخلى حدا يخليها تتخلى عنه فخلينا نروح لتاني فقرة معنا اللي هي knowledge بknowledge معلومات عامة كل مرة بعطيكم اياها حتى انتوا ان نستفيد منها بذات الوقت لحنبلش اليوم وخبركم مع اول معلومة عنها ويلي هي اقدم لعبة عرفتها البشرية خليه لكن انه هيدا اللعبة هي لعبة للصغار وللكبار كمانا هي بتحسن التفكير التكتيكي والاستراتيجي تاريخة لهيدا اللعبة طويل اللي بعود لالاف لسنين قبل الميلاد وهي مشهورة جدا بشرق الاوسط وبالبلاد العربية عم بحكي عن لعبة الطاولة اول ظهور لدي يلي بلعبوه بلعبة الطاولة كان بالقصر الروماني هو مصنوع من مواد بالضم لنحاس والزجاج والعاج والارخام ويعد الامير اليكس اوبولينسكي هو اول مؤسس لجمعية الطاولة الدولية وعرف الامير من بعد باسم ابو الطاولة الحديثة وكمن اسس ناد الطاولة العالمة بمنهتن ونظم فيها اول طاولة رسمية دولية للعبة الطاولة نروح لتاني معلومة عنه وهي عن راس الطفل يلي ممنوع انه نكون عم ندقر كمة راس الطفل يلي هو حديث الولادة النفوخ هو عبارة عن عدد من النقاط اللينة بجمجمة الرضيع لانه بيكون عنده هشاشة شديدة فاي ضغط او لمسة قوية على الراس بتسبب باضراج جسيمة بالدماغ فعظام النفوخ هي ما بتلتحم تماما الا بعد مرور سن ونص من حياة الرضيع على ولادته كلمان هيك بيفحص الاطباء راسه للطفل لحتى يتأكدوا انه هو من غلق كلمان هي لانه انغلاء راس الطفل مبكرا بيعرض الاطفال لعديد من المخاطر الصحية فهذا الموضوع بيساعد على خروج الجنين بسهولة عند الولادة وتغيير الراس شكله عند الولادة بناسب وضعه داخل قناة الولادة اما اذا كانت تعظام الجمجمة صلبة ومتماسكة فبتكون عملية الولادة صعبة وبتأذي الام عند الولادة وكمان عدم التحامة باكرا بيساعد على منع دماغ الطفل من فرطة النمو والتمدد بداخل الراس فبتعرف الام جنينة قبل الولادة نظام الغذاء بيكون لازم يكون صحي لانه بيستمد الطفل على طول غذاءه من الام كمال هيك من لاقيه من الاطفال بيحبوا بعض الاطعمة اللي كانت كلا امهم او الام هي وحاملة فيهم بيتعلم الطفل اللغات لانه بيسمع الاصوات الخارجية ابتداء من الاسبوع لثلاثة وعشرين من الحمل وكمان بيسمع الموسيقى ومفردات لغوية اضافة للغة الام او لغته الاصلية وكمان بيعرف صوت امه والريحة ولمسة ايدا وخاصة ان وقتها بتلمس بطنة وهي وحامل فهو بحس بهيدي اللمسة نروح مشاهدينا مع كل هالمعلومات للفقرة البعضة اللي هي تراندينج مبلش بفقرة تراندينج مع اخر الاخبار والاحداث اللي عم يصيروا مبلش بالمهرجان اللبناني للكتاب اللي هو بلش من 3 ومكمل ل 12 ادار بيتضمن هيدا المهرجان معرض الى الكتب بيتضمن كمان عدد كبير من توقيع كتب للكتاب وللشعرة خلينا نذكر الاهم منهم خلينا نذكر انه كان نهار السبت باربع ادار كان عنا توقيع كتاب الطبيب تقويم اسنان الشعر والكاتب فلح ابو جودة يلي الكتابه كان بعنوان تمنون عنكن بالنسبة للنهار الثلاثة اليوم 7 ادار عنا توقيع كتاب زميلنا الاعلامة جورج معلولة بعنوان اله الجنس من الظلمة الى النور وبالنسبة للنهار الجمعة 10 ادار عنا توقيع كتاب كمان زميلتنا الاعلامية ندي النجم يلي هو كتابه بعنوان فورية قلم وفيه اكيد غيرهم كتير فبدنا نبارك لقلهم كلهم وبدنا نقلكم تكونوا كتار بتوقيع الكتب نكمل مع تراند جديدة يلي هي صنفت قطر باكتر دولة امنة عالميا الدول اللي بتوقع قرب حدود الصفائح التكتونية يرجح ان هي اكتر عرضة لزليزل المدمرة مقارنة بغيرها وبناء على هيدا التصنيف فقرروا ان كتار هي اكتر دولة امنة عالميا بدنا نروح لعند قطة يلي اسمها نالا هيدا البسينة يلي فاتت موسوعة جنس لأعلى متابعين للقطة على الانستجرام فانشأت صاحبتها صفحة خاصة بالقطة سند 2012 ليوصل عدد المتابعين لأربعة فاصلة خمسة مليون متابع من كل العالم وانتقلت هيدا القطة من قطة مقوى وحيدة لوحدة من اغنق الحيوانات الاليفة بالعالم مع كمانة علامة تجارية لأطعمة القطة الخاصة فيها وربحة صاحبتها منها 100 مليون دولار منروح لشركة ستاربوكس يلي قامت بإضافة تازات الزيتون المميز بإيطاليا على مشروباتها بفرع الموجود بإيطاليا منكمل على انه انعمل وصار موجود اول تيارة خاصة بالعالم لمؤسسات ميس يونيفرس منكمل لما فتاة سعودية قطعت اكتر من 3.500 كم من بلدها للهنت كلمال تشوف حبيبة لأول مرة ويلي حبيبة اغرمت فيه عبر الفضاء الافتراضي والكمانة قطعت كل هيدا المسافة حتى تلتيقها فيه لأول مرة فهيدا الخطوة والمبادرة كانت كتير جريئة منه منكمل منخبر انه بتبرز 8 دواير خضرة بصحراء الشارقة يلي بتزرع الامارات الامح نعم بتحسن الامن الغذائي ببلد قاح اللي بيستورد 90% من طعامه اقامة الحكومة المزرعة على مساحة 400 هكتار مستخدمة تحلية مياح البحر مياح البحر عفوا بالرأي نروح لمعلومة جديدة اللي هي لقطات نادرة بتظهر سفينة الشهيرة لا فيلم تايتانيك يلي هلأ موجودة بالمحيط الأطلسي وهي لأيوها بعض عقود من اكتشاف خطامة وبعض اكتر من قرن من الاستضام يلي صار بجبل جليدة اعلنت شركة سانسونج ميزة جديدة بساعة الجالكسي واتش 5 يلي هي استخدام مستشعر درجة الحرارة هاي دي الميزة لح تستخدم بكل انحاء اوروبا بامريكا الشمالية وبآسيا وتعاونت مع تطبيق الخصوبة بحسب اياس درجة الحرارة للساعة الزكية لأول مرة لتكون عم بتساعد كل النساء على الحمل فمشاهدين مع كل هاي دول اخبار بنا نروح للفقرة الاخيرة يلي هي باتس النيتشر خلنا نبلش مع الباتس ونروح للججوار او النمر الامريكي يلي هو حيوان مفترس بعيش بامريكا خلنا نقول ان هو ماكر وقوي وبيصطاد لحاله هو بفضل انه يلحق فريسته على الارض بس هو كمان بيقدر انه يتسلق الاشجار ويصبح بالانهار عند الضرورة هو بيواجه اي شي لحتى يكوننا عم بيشبع جوعه وما فيه حدا يهزمه وبيبين انه شعاره هجوم ووقع بعدينه افترس بعيش بالاراضي العشبية والغابات الاستوائية وكمانه هو بحركة على طول دايما بحثا عن فريسته وبيهاجم كمانه الاناكوندا بالرغم من كبرة وقوطة وكمانه بيصطاد الحيوان الضخم عن طريق كسر العنق بضربات قوية وكمانه بيصطاد بالانهار كمانه عنا نمر لونه اسود وكمانه هو بيتغزى على القردة على الطيور على الاسماك بواسطة مخالبه الامامية كما بيقدر انه يهاجم البشر وقته بيكون جوعان بالنسبة للنيتشر اللي هنخبركم اليوم عن الخيزران او البمبوية اللي هو اسرع النباتات نموان اللي هو عنده جزوع مجوفة ومقسمة لعقد او مفاصل واستخدموا الصينيون بصناعة الورق من الفاي سنة بيزرع باسيا بامريكا وبأفريقيا كمان وهو شديد التحمل وقادر على النمو حتى 60 متر بيوم واحد بيستخدم ببناء المنازل وصناعة الورق وللخيزران اكيد فوائد عديدة من عدد البعض منهم بيخفض نسبة الكوليستيرول المنه منيح كمان بيقلل من خطر الاصابة بامراض القلب بنشرة الشهية وبحسن الهضم وكمان بيساعد بالوقاية من السكر وامراض القلب وشاهدين عمع كل هالخبار والمعلومات بتكون انتهت حلقتنا لليوم تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تكونوا على التعامل سبسكرايب لايك وكمانت وشير كمانا وانا بشوفكم بحلقات جديدة باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر